كابتن أبو الدهب النادي الزمالك من بداية الموسم كسب سموحة بالعافية 1-0 لعب فلمبو برضو كسب سموحة 2-0 والسما سيراميكا كيلو باترا برضو نفس النتيجة والنهاردة برضو في صعوبة في التحديد هل دي مشكلة راس حربة ولا مشكلة طريقة لعب ولا مشكلة إن زيزو بيرعب ناحت شمال ولا ما فيش استقرار في اختيار التشكيل فبيحصل تغييرات في الشوت تاني فبتؤدي للأزمة اللي إحنا بنشوفها الأزمة الهجومية اللي إحنا بنشوفها نتزماني لا ما دخليني ما فيه لغبطة في التشكيل كتير تعمل لك مشاكل إسلام ما توصالش إن أنت لما بتلعب معه إنت لما قلت حاجة كويسة توقفت الردى أن أنت بنشرق كان بلعب ناحت الشمال وزيزو ناحت اليمين كان فيه استقرار في الفرق كان فيه تقاله كان فيه لعيبة بتسندك بتدافع من وراء لكن أنت بالتالي ما عندكش الحتة دي لما يكون عندي راس حربة وأسحابه أنا كده بفضل ملعب طب الناس اللي على الإطراف دي هتلعب لمين النهاردة فيه ماتشات كتير جدا أنت بتلعبها بتلاتة وراء وإنت مش محتاج أن أنت تلعب بتلاتة النهاردة لما يكون عندي بكلفت ببيلعبش وبلعب حد بجيبه من اليمين بلعبه في الشمال كل دي مشاكل إسلام لكن واضح أنه برضو الراجل يمكن أنا من وجهة نظر أنا الراجل كان في البداية مش موافق على بعض الصفقات أو مش مقتنع ببعض الصفقات وعنده مشاكل كتير جدا في فرق زي ما قلت لك لكن واضح أنه فيه يعني فيه لغبطة يعني حتى النهاردة لما بتنزل شيكبالا بتنزل زيزو بتنزل أوباما بتنزل حتى زكريا الوردي لا فيه يعني أنا مش عارف فيه ده بيلعب فينه وده بيتحرك وده بيروق في كده يعني فيه مشاكل كدير جدا ما فيش انسجام حتى النهاردة مع عمر السيسي ما شفناهوش أنت دفندر جاي نادي زبانك عندك ثقة يعني ما بتزيتش ما بتشوتش شوت على الجهود الدفندر دايما لازم يشوت لازم يروح لازم يبقى فيه يعني رفع عينه وانت عاوز تدافع بس وبتتحرك وبتعمل والروح زبانك بيحب الروح في الحاجات دي لكن انت النهاردة عشان تتفرد من أسوأ يعني زبانك بدأ بداية سيئة حتى في المباراة الأهلي وفريرا نفسه كان مرعوب أو كان خايف من المباراة يعني فيه ناس كتير جدا قالت النادي الأهلي مبالغ في الفرحة لا النادي الأهلي كان عاوز يكسب لكن عنده ضغطات على جميله وعلى فرقيته في الفترة اللي فات لكن انت كل اللي احنا فيه ده أو الزمالك فيه ده من فريرا كان مدير فني من أخطاء في التشكيل أخطاء في إدارته للمباراة الفترة اللي فاتت حتى في التغييرات اللي كانت موجودة لكن انت بصرفة عامة لا فريرا يمكن السنة دي لا مش نفس التركيز أو نفس اللي احنا كنا بنشوفه من فريرا الموسم اللي فات لا فريرا عمل فرق السنة اللي فاتت كان بيلعب بالشباب كان طلح سيد نمار طلح سامح ابن جيد طلع اللعبة ديت حتى لو اللعبة مشت أو اللعبة مش موجودة لكن بتقدي وبتقدي بشكل جيد جدا لكن واضح أنا بقولها لك أسلام واضح ان فريرا السنة دي مش مركز وفيه خوف أو فيه رعب فانت النهار ده حتى اللعبة اللي بتتخلي معها أو بتعمل مشكلة أو إذا تلعب لا أنا لقى قراري كمدير فني اننا باخد